السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثة عشرين أهب أغسطس القمر اليوم انتقل واستقر في برج الحوت تماما ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 11 من مساء يوم الأربعاء لتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر اليوم موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و45 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإثلاف والتفريق والضرر القمر اليوم بما انه موجود في برج الحوت معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن ومنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين ومنشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات البعض ممكن يتعرب من المسؤولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشرين اللي بعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم ويذرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت أو في هذه الأيام بعض ممكن يبدأ بعلاقة حب جديدة يمكن التأمل والصلاة والمشاركة في العمل الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما في زوايا يعتبر القمر المحترق رح يكون شوي منتحس اليوم فعشان هيك لأنه ما بشكل أي زوايا فالاعتماد على الزوايا الكبيرة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا أول الأعضاء اللي نحكي أنه ممنوع إجراء العمليات الجراحية لإلها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية جدا وحتى ما بنصح بالعمليات الجراحية لإلها ولا لغيرها من الأعضاء بس هي أكثر حساسية عندنا القدم عن أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الاندورفين وهو الهرمون المسكن للألام عشان هيك بنشعر بالألام أكثر من الأيام العادية وأيضا الهرمون الميلاتونين وهو هرمون مساعد على النوم عشان هيك بالورده بالفترة هاي بصيبنا حاليا من الأرق أو القلق أو حتى الكوابيس والأحلام والأوهام زي ما حكينا أنه خلال هذا اليوم ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية وخصوصا الأعضاء اللي ذكرناها جيد للحجامة مناسب لها تجميل مثل الحقن ولكن الجراحة طبعا ما بنصح فيه لها يصلح لإزالة الشعر الزائد لآخر يوم يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعاء بيبدأ ساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة حداش مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمر ست عشر يوم الساعة خمسة بعد العصر أو مساء نبدأ باليوم السبع عشر نسبة الإضاءة ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنان وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الحوت حتى يوم واحد وعشرين ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة 50% ساعات العصر منتحس بنسبة 75% أما في ساعات المساء المتأخرة أو ساعات المساء عند المغرب منتحس بنسبة 100% عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم 28 ثمانية منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 60% الآن ساعات العصر منتحس بنسبة 60% ساعات المساء منتحس بنسبة 60% المريخ في الجوزة حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أرانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم بسبب وجود القمر في بيت متاعبكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة وضفوا هدوء الأجواء لعادة الحسابات وللتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك بتراجع نسبة الحظوظ وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي حاول إنك ما تبدأ بشيء جديد وحاول إنك تعمل بشكل روتيني فهي فترة مخيبة وخاسرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم معنوياتك مرتفعة وحظوظك عالية احترم القوانين والمواعيد وما تماطل وعزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحبة وممكن تنجح اليوم في إنعاش العلاقات العامة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وهي فترة صعبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أيضا مناسب للأشخاص اللي بدهم أوراق إقامة أو سفر أو اتصالات بعيدة أو امتحانات جامعية ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضوظ ابترغبوا في التفاهم مع أحباءكم وما أهمش إنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات الأضواء مسلطة عليكم فها بتكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وهي فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر سارعوا لتصحيح الأوضاع وإظهروا انفتاح أكبر على أراء الآخرين ابتسعى لتصحيح مسار بعض الأمور وتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة ولكن بتكون تحاذروا المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكة فما تجازف واضبط أعصابك ومشاعرك السلبية لأنه مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة لبعض الانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاول إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط وبتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عمل ما باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هذه الفترة وحاول إنك تبدأ بالأولويات ممكن تبدأ عملي جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازوا بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني وبتعيشوا أجمل اللحظات ممكن تحقق أمنيات وتصيب الأهداف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتع بشخصية جذابة فما توظفها إلا لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإن كانكم تعزيز الروابط والعلاقات العائلية ممكن تتوتر أو ترتبك اليوم بسبب حدث ما حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية وهذه فترة مناسبة للاهتمام بالعقارات أو الإنطلاق في ورش الترميم أو تأهيل ولكن بدك الدقيق بالأعمال والميزانية والعقد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم مالي أو حل مسألة مالية ولكن حاول أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة وانت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر